دخلت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى معبر رفح البري تمهيدا لدخولها لقطاع غزة تضم القافلة خمسين شاحنة تحمل على متنها ماء يقارب ألف طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه والمستلزمات المعيشية انطلقت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى قطاع غزة المحاصر في إطار مشاركة دولية كبيرة حيث أشاركت في تجهيزها وفود من سبعين دولة